بسم الله الرحمن الرحيم بها فيديو إنشاء الله سنشرح الأيزاكوينولاين الكالويض تشبه الالكوينولاين الكالويض اللي أخذناها بالفيديو اللي قبل هذا لأن هناكو حلقة بنزين وحلقة بيردين بسفا بس قلت لكم مركزوا على نقطة وأنه النايتروجين المال البيردين صοير مباشرة ورا حلقة بنزين يعني هاي مو حلقة البنزين وراها بأول كربونة النايتروجين ماكو فراغ من صار اكو فراغ صار يعني كانه ستيريو ايزمر يعني نفس العلد الذرات بس ترتيبها مختلف عن المركب السابق اللي هو الكوينولين فسمينا هذا ايزوكوينولين الكالويد طبعا تكون هتيروسايكليك هتيروسايكليك يعني اكو ذرة غريبة وهي نيتروجين وتكون اروماتيك اورغانيك كامباوند وستركترال ايزمر للكوينولين وطبعا متكون من بنز اللين وهو مدمو جاوية بايريدين رینج واكو انواع من الايزوكوینولين الكالويد 3 انواع وهال عنواع رح تعتمد عليهم استركترالات وكل استركترات بهم مجموعة من الا الكالويد فاول نوع اللي هو البنزايل ايزوكوينولين شوفوا هو اسمه بنزايل ايزوكوينولين فبنزايل مش حلقة بنزين ولايزوكوينولين وهذا اللي شفنا قبل شويه فهذا الايزوكوينولاين اوكي هذا الايزوكوينولاين وبعدين اكو كربون هنانه وهي كربون راح تربط بين الايزوكوينولاين وبين البنزين ولهذا اسمه بنزايل ايزوكوينولاين فمبين من الاسم مبين الستركتور مالته و اكو تقريبا 4000 الكالويد من هالنوع معروف طبعا اني مرح مو شرط امر على كل المعلم بالمحاضرة بس راح احاول امر على اغلب الاشياء من الالكالويد اللي بيها اللي هي البابافارين والتيوبا كورانين هذول راح يكونون الستركتور مالتهم هيتشي راح يكونون شنو خلوا بالكم هذول النوعين راح يكون بنزايل ايزوكوينولاين زين اكو نفس النوع الثاني هو همينا بنزايل و همينا بنزايل ايزوكوينولاين بس الحلقة الثانية هو مو ايزوكوينولاين هنانا بنزين و هنانا بايريدين هنانا مو بايريدين يعني ما بيها روابط صناعية صايرة مشبعة 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 بالهايدروجين فصار اسمها تتراهايدرو يعني اكو اربع هايدروجينات بنزايل ايزوكينولين اربع هايدروجينات شبعوا هذه بها وہايد فصارت ما بها رابط ثنائية. كي هذا اسمها تتراهايدرو بنزايل ايزوكينولاين اه الهيش ت Parliament of this series اللي هم نايدروجين Asylلي طبعا تكون مكلة متلعاة موجودة بكل الفاموليز اللي بيها بنزايل ايزوكينا بها تتراهايدروبنزيل ايزوكينولاين ويوجد تقريبا 100 مركب الاهم واحد واللي عنده بايو سينثيتك بوينتوفيو يستحق ان اشوفه اللي هو ريتيكيلين ريتيكيلين ايزوكينولا الموجب رح يكون النوع عشان هو تتراهايدروبنزيل ايزوكينولاين النوع الثالث هل موجود لكم اكتل ثلاث نواع النوع الثالث هو فنانثرين الكالويد الفنانثرين الكالويد هي عالة البابابراسيا اللي هي رح يكون منها المورفين والكودايين وهذول الالكالويدات وما كل المخدرات اللي هي مشهورة كمخدرات طبعا لها استخدام طبي فهذا هذول الفنانثرين اخذنا بالكورس الاول الفنانثرين اللي قلنا كان ستيرويد يكون عبارة عن ثلاث حلقات ثلاث حلقات واحدة منهم بنزيل وثاني روابط صناعية بس يعني هاي تتحرك فيعتبر ثلاث روابط او ثلاث حلقات سداسية عروماتية اوكي هذا الالكالويد دي شوفنة بلاصح والالكالويدات النبات والالكالويدة اللي نستخرج منها فالأبيكاك النبات الأبيكاك نستخرج منها الكالويد اسمه أميتين �ذا algúnشي يفعلني اميتوني الهيدراستيز هذا النبات بالكالويد هيدراستين هذا يعني هذا عن استرجنت Gray اسطرجنت يعني مقلصو وقابض وانتي Santagn�니다 مضاد التهاب. الكيورارا يعتبر سموث مسل ريلاكسنت يخلي العضلات تسترخي سموث أو سكريتل صراحة متأكد هنا انا في القصة المهم يخلي العضلات تسترخي يستخدمون مشتقاته بالعمليات الجراحية يعني نمود العضلات متتحرك البربرين والهيدراستين سوف نرى من نفس العائلة تقريبا فهم نفس الوظيفة الابيوم هو مورفين الابيوم هو مورفين و ناركوتيك يعني يهدئون الواحد و ينومون سانجيوناريا سانجيوناريين اللي هو يسوي لي دابلين للكروموسوم سنشوف كل واحد بتفصيل طبعا انا على موج السهولة و انه هذا الشيء على موج انه نقدر نقارن بياناتهم سويتهم على شكل جدول النقطة شنو النقطة انه سانجيوناريا ما انتبهت عليها فصارت نهاية هاي مؤخر واحد صارت باخر شيء اوكي مؤخر شيء هاي يعني من تقرون الجدول اقول هذا ويا اذا تتقرون هالجدول فالأبيكاك هذا والهيدراستيز والكيورارا والبربرس والأوكيوم هذولة موجودة من عوائلهم و اسماء النباتات مانتهم وهنا همينه وهنا الاسماء اللي هو السيفاليس ابيكيوانا او البرازيليان ابيكاك الكيورارا تكون من البارك والاستيمال الاستريكوناس كاستلانيا والعائلة اللوغناسيا العوائل متكررة بهواية والبربرس من الباربرس والقاريس والأوكيوم من البابيبراسيا اللي قلنا الاستريكشومات يكون في نافريم زين بالنسبة لكل نوع كل نوع نبات بي اكثر من الكالويد فالأبيكاك بيميتين والسيفالين والسايكروتين والسايكروتين وكل سلايد متعلق بالنبات راح تشوفون راح يكون اكون نسبة مغلبهم على اقل لا والله مغلبهم بعضهم فهاي النسبة خلت مجرد نسبة انه كتبتهم فهذا مو اقل من 2 بالمية من الابيكاك اللي يكون اثر سوليبول اوكي الكالويد حسيت خطأ الكالويد اوكي والهيدراس الكالويد اوكي والهيدراستين همينة راح يكون بي من اكثر من واحد ونصف اربعة واكثر وهذا يعني اهم الكالويد اللي هو الهيدراستين اللي هو اكثر واحد مهم اوكي من واحد ونصف اربعة وعندي الهيدراستيس اللي هو يلد مو اقل من 2.5 بالمية من الانهايدراس ايثر سوليبول الكالويد يعني انا ايثر سوليبول انا انهايدراس ايثر سوليبول طبعا وبعدين وظيفة كل واحد فالإميتين وظيفته أنه يحفز البطانة المعدة ويحفز كذلك مركز اللي موجود بجزع الدماغ على الموت يصير التقيق والثالث خاصية له أنه يقتل البروتوزوة فممكن يستخدموا بالأبيبك ديزنتري والدوزمانتة من 0.5 إلى 1 ميلي جرام والسيفالينز اللي هو سترونغر إميتك اكتيفتي وهاير توكسيسيتي يعني السيفالين هذا الكالويد همين موجود بالإبيكاك بس تكون قدرت على أحداث الإميتك أكثر يعني أقوى ويكون سميتة أعلى إذن الهيدراستيس به ثلاث الكالويد بهيدراستين وبيه بربراين وبيه الكانادين وهي النسب شفناها طبعا الهيدراستين بربراين مثل ما قلنا هو أستروجينت وانتي انفلاميتاري وكذلك يستخدم الانتي انفلاميتاري يستخدم الموجود بالإنتستنال وبالفيجاينال وبالآي وباليوتي اي وكذلك يستخدم لليوتيرين هيموريج والدياريا والآكني طبعا يوتيرين هيموريج يستخدم لأنه قلنا أستروجينت في رح يقلص اللاعية الدموية وفيقل البيدينج كذلك بالدياريا هو أنتي افلاميتاري وأستروجينت والآكني همينه كون الأكني عبارة عن التهاب فهو مضاد الالتهاب إليه الكيورارا هذا موجود بقلنا من البارك والاستيما الموجود بقلنا من البارك والاستيكوناس كاستلينيا والالكالويد الذي بها الموجود من تيوبا كورانين اللي هو اللي حتنا عليه وقلنا انه شنه نوعه اللي هو التترا نوبات التشنجات يعني أقرب اللي تصير بحالة يعني إذا صارت تسمم سوالي هاي التشنجات بالعضلات يستخدمون التشيبا كورانين أو مشتقاته على مود يسوون ريلاكسيشن اللي هو البوزن اللي هو التيتاناس اللي هو يشبه القزاز القزاز وليس القزاز النيوراساكتك طبعا وكذلك يستخدم تشخيص المايستينيا غريبز التشيبا كورانين ريرلي ان كلينيكال انستاجيا اللي هو يستخدمه قليل بالبنج العام لأنه أكو يعني أشياء صارت أحسن من عنده طبعا من يستخدمه بالمايستينيا غريبز مايستينيا غريبز يعني هو يصير أكو يعني يخلل بالعضلات يصير أكو ضعف بالعضلات نتيجة الخلل بين النقطة الاتصال بين العصب و العضلة فهما من يستخدمون الكورير هذا او من يستخدمون التشيبا كورانين اذا طلعت نتيجة موجب او طلعت نتيجة صالبة من خلال سيعرفون هل هذا أكون مايستينيا غريبز او لا البربرس اللي هو البربرس بولغارس هذا به شنو الالكالويد الويبي كواترنوري بروتو بربريس و بس بنزاير ايزوكوينولاين الاخره ويستخدم شنو انتي بكتوريال انتي انفلاميتاري هيموستاتيك يعني يوقف الدم هايبارتنسيف يرفع الضغط دايوريتك ويستخدم كذلك للفنجل و براستيك انفكشن والأوبيوم اللي هو المورفين يعني جماعة المورفين هو النبات الخشخاص الخشخاص بمورفين وكوداين ونوسكابين وبنسبة اقل باببراين وبنسبة اقل بعد البروتروبيين والكوندماين و الاخره حتى ما مكتوب ارقام نسبتهم موجودة لانه كلش قليلة طبعا الكوداين يسويلي ناركوتيك وانتي تشيسب يعني مضاد للسعال يقلل القاحة ولا هذا موجود بشربات مال الثيبايين يحفز الجهاز العصبي المركزي المورفين هيبنوسيز وناركوتيك يعني مخدر ومهدئ ومنوم طبعا يسبب لي عراضي سبب النوديو ونصف وهابت فورمينجي سبب ادمام هذا الكلام هذا الكلام اللي قلنا هذه الابيكاك المعلومات ترجعوا هنا سبقت الاستراكشارات شوفوا الابيكاك نحن قلنا بنوعين الكالوي بثلاثة بس اللي راح نحكي عليهم نوعين الاميتين و السيفانين من خلال هذا الاستراكشار اول شي راح نشوفهم هين هاي حلقة بنزين وبها بايريدين يعني هاي ايزاك مينولاين بس هالا تتراهايدروكسي تتراهايدروكسي تتراهايدرا ايزاك مينولاين تمام تمام هسه هنانه اللي راح نلاحظة مهم بالاميتين انه كأنه اكو اثنين ايزاك مينولاين يعني اكو احده فوق و اكو احده اللي جوا و كأنه معكوسة يعني هاي من الجهتين بها هاذا راح يكون او مثل السيفالين شوفوا هاذا مو السيفالين شوفوا هاذا مو سيفالين اذا كانت الار اتش يعني هاي اذا هيدروجين يعني اذا هنان واحد اثنين ثلاثة وهنان ما اكو او سي اتش ثري انه قالوا من اللي راح يكون منواء السيفالين زين اذا هنان بدينا الار اتش شان اكون سي اتش ثري يعني اربعة ثم عندهم سي اتش ثري حلقتين البانزين Ha هة bunscos راح اسميه راح اسميه اميتين فبالتالي الاميتين تسماه مثل سيفالين يعني السيفالين هو نفس موجود الار اتش مثل زائد سيفالين نحتوني اميتين يمكن يجي получ Label سيفالين همو اختيارات سوف نختار ما هو الاماتين الاسوكين يستخدم الاسوكين الاسوكين ما هو الاسوكين وهذا يمكننا ما هو الاسوكين المترجم هنا همين حلقة خماسية بس هنا ما اكو حلقة خماسية الحلقتين خماسية اللي هو الهيدراستين البرمراين اكو حلقة خماسية واحدة و بعدين حلقتين بنزين هنا اكو شارة موجبة يعني هنا ال OCH3 و OCH3 شوية قاعد تشبه من هو تشبه الاميتين والسيفالين بس مو نفس الشكل يعني ما صارت على شكل مرايه هنا ما اكو همين بنزين و بهين OCH3 فهذا فرق بين البرمراين والهيدراستين اللي هم اثنيناتهم من الهيدراستيز او الهيدراستيز الكورير هذا راح سهل نعرف الاستركتور لانه مو يبدي بسي وهم ان الاستركتور مانته بكلور بغض النظر عن خربطة الهنانه هنا اكو كلور اذا هذا الكورير اللي هو بلتيوبك يعني وقلنا هو يستخدم اسكليتل مصوري لاكسنت قبل شوية قلت لكم ما ادري سموث او اسكليتل لا هو اسكليتل اذا البربرز او البرباري ما بيستركتور هذا بس همين اضيفتها بالجدول اللي قلنا هو انتي فانجل وانتي باراستيك انفكشن يعالجهم يعني ايه هو انتي انفكشن الاوبيوم اللي هو نبات الخشخاش هذا اللي هو كلام هسا الاوبيوم او القوم اوبيوم هذا الاردرايد مالكي اكسوداتي اللي هو المستخلص اللي صاير حريبي وينشف بالهواء منه من الكابسول مالباباباباريا بابابابابار سومنيفوروم اللي هو عائلة البابابابراسيا الاوبيوم هذا جاي مأخوذ من القريك اوبيوم من بابابابابابابابابيوس اللي هو مثل كرة هايا ورح يطلعون منعدها المستخلص مالتها وصمني فورم معناه يعني راح يسوي لي ينتج لي التأثير انه منوم طبعا زراعتها مفروض تكون متحكمة بيها منظمات دولية واقو هاي الدول اللي هي مسموح لها يعني تزراع نباط الخسخاش الكالتيفيشن مالتا زراعته يكون بشهر اكتوبر يكون طولة 15 سنتيمتر بجونة وجولاي يصير بعدها الثمرة هاي مناضجة وكل نباط بي من 5 الى 8 ثمارات اللي هاي الدوائر فهم راح يعني كانوا شون يجرحوها يقضعوها وبعدين ثاني يوم يجمعون اللي يطلع منها اكو 30 نوع مختلف من الالكالويد راح تطلع من هذا المستخلص المشهورات منهم المورفين النسبته 4 الى 21 الكودايين نسبته من 0.8 الى 2.5 والنوسكابين اللي هو الناركوتين الاسم ثاني وحسا نحن نعرف شغلة على الاسم فالنوسكابين والناركوتين نسبته من 4 الى 8 والبابافراين من 0.5 الى 2.5 والثيبايين من 0.5 الى 8 يعني قاعد يدقل لنسبة بس الناسكابين اعلى من الكودايين اذر الكالويد اللي هما مثل ما قلت لكم النارسين والبروتوبيين واللادونين والكودامين والكريبتوباين هذين كلهم موجودات بس بنسب كلش قليلة يقول لي الاوبيوم من 3 الى 5 اسد اسمه الميكونيك اسد هذا ممكن يكون موجود بصورة حرة او ممكن يكون مرتبط ويالمورفين او الكودايين هذا من خلاله اذا موجود معناه اكيد اكون نبات الاوبيوم اوكي فممكن انا اكشف عنه وراح يكون هو دليل انه انا عندي اوبيوم بهذا المزيج فيضطيني لون احمر ومن يتفاعل بفركي كلورايد واللون هذا ما يتغير من اضيف اوبيوم مخفف لانه الميكونيك اسد فوند اوني بالأبيوم اقدر استخدمه على مود اتحقق من وجود النبات الأبيون هذا الالكلاسيفيكيشن اوفيوم الكالويز العالكلاويز كان بيسابي مجامع رئيسية تختلف بالبايسيك نيوكلياي تختلف بالشورة بالبيسيك نيوكلياي ما إنته خلنشوف المجموعة الأولى اللي هو الفنانثيرين الكالويز الفنانثيرين اللي هم عندهم شنو ويعدهم ثلاثة الحلقات السداسية شفناها والنوع الثاني اللي هو البنزايل ايزاكوينولاين الكالويز اللي هو عرفنا ايزاكوينولاين وبيبنزين والفنال إثيلامين الفنال إثيلامين رح نشوف عليه مثال واحد الفنال ثرين الكالويد هذا تشتغل على سنترال نيربس سيستم ويقلل يثبت الجهاز العصبي المركزي ويستميل المصر المورفين والكودايين والذيباين الستركتشور الستركتشور رح نشوفها على الصورة سهل بالنسبة للبنزايل ايزاكوينولاين تأثيرها على سنترال نيربس سيستم قليل بس هي انتيسبازموتك يعني ممكن يقارن بين الفنكشن من هما انتيسبازموتك أكثر البنزايل ايزاكوينولاين من هما الأكثر يأثر على السنترال نيربس سيستم يسوي لدبريشن الفنال ثرين الكالويد هؤلاء كلهم موجودات داخل هذا النبات أنواع الالكالويد اللي موجودة داخل هالنبات مثال عليا بيبا فراين بيبا فراين هذي عبارة عن مرخي للأضالات سموث مصل أو هاني أكتب اسوأ وأنسباني نهاي سموث لأشسمه لأشكلتا مصل خلوها بالكم انتقرون وهمين بيها نهايتها بيها طبعا البنزايل ايزاكوينولاين راح يبين مليستركشور مالتا كلش لأنه هذا ال ايزاكوينولاين وهذا بنزين وبيه وهنا نهمين وهنا مخفف بالأج سيال أوكي أويا أكو أج سيال طبعا الأمثلة الأدوية اللي هو النوسكابين النوسكابين هذا اللي قتل لكم اسمه ناركوتين بس أكفت شيء ممنطقي باسمه هو شائع يسموه ناركوتين بس بعض الأحيان يسموه ناركوتين يعني لأهاي تنفيه ناركوتين ليش لأنه ما عنده أصلا ناركوتك يعني هو ما ينطيني تأثير ناركوتك منوم أو منعس على المود أقول عليه أنه هو ناركوتين فسموه ناركوتين بس هو ناركوتين يعني الشائع هو الغلاط أنت تشتف وهمينها شنواء ببعض للقاحات شنو الريستراكشو مالته هنا أنا عندي طبعا المكتب فيفرينج يعني حلقة خماسية وهنا نعمين فيفرينج وهنا عندي آيزا كوينو لاين يعني هسفرقوا بين البابا فراين هذا الريستراكشو مالته وبين النوس كابين وبعدها فين الأثير العمين هسر رح نشوفه من نشوف المحاضرة آم زين فهذا هذا الكلاسيفيكيشن هذا اللي اللي حتناه هنا على شكل مؤخطط أنا مسويته زين هسر نشوف الفينان ثيرين دروفيتف فأنا مو قلت لكم الفينان ثيرين عبارة عن ثلاث حلقات سداسية هذول هما واحد اثنين ثلاثة ثلاث حلقات سداسية زين هسر رح نشوف الألك اللي من أحتي عن مورفين أنا رح أباوع على شنو شنو الشي اللي رح يدلني بهاي الحلقات كلها شغلة أنا الحلقتين الطرفيات هاية وهاية هي الحلقتين الطرفيات اللي أريد أبقى مركز عليهم أوكي هس انتم شفتوا ثلاث حلقات خرص خرص شنو خلص عرفنا رح نهتي على جهة الفينان ثيرين زين أشوف الحلقتين طرفيات أشوف شنو مرتبط بيهم من خلال هاي المرتبط بيهم رح أعرف نوع الألكالويد هل هو مورفين كوداين ذيباين يا هو منهم رح أعرف من خلال هذول الثنين بصورة مثالية اللي هو أكثر شي مشهور اللي هو المورفين رح يكون نانو OH نانو OH يعني إذا شفت هذول الثنين هم OH هذا شنو مورفين إذا واحد تغير منهم رح تطلع لي مركب وذا يعني شغلتين تغيره رح تطلع لي مركب ثالث بيه بنزين رينج هاي البنزين رينج وبيه فنوليك OH فنوليك OH يعني OH متصل ببنزين وبيه النسي اتش ثري طبعا هو الكيلويد أكيد بيه نيتروجين لأنه نيتروجين نيتروجين وبيه اثر الانكيج اثر اللي هو او يعني او وبعد نان ار نان ار اوكي زين اف او اذا اتغيرت اذا صارت OCH3 معناها صار كوداين زين واذا ثنيناتهم اتغيروا صاروا OCH3 معناها صار اسمه ذيباين اوكي يعني هسا اذا اثنينهم OCH مورفين اذا واحد اذا على هاي جهة رقم ثلاثة صارت OCH3 هذا شنو كوداين اذا اثنينهم OCH3 هذا ذيباين وبالتالي راح يكون بايو سنتزيز مالتهم متشابه لانه بس قاعدة يعني اغير بس يعني متصلة بال متصلة باخر شي تعرفون شنقز يعني التغير اللي يصير مو بالنيوكليس الاساسية لا مجرد مجاميع مرتبطة فالبايو سنتزيز مالتهم كل شي تشابه فهس عرفنا انه هذا مورفين اذا واحدة تغيرت صارت OCH3 هذا صار اسمه كوداين وثاثنين ناتهم OCH3 هذا فالكوداين وهي عبارة عن ناركوتيك انالجوسيك وهمين مضاد للسعال اوكي والأكشن ما لها سميلار للمورفين بس اللي هي اقل تكسيسيتي مالتها واقل يعني اقل تكون لعادة فالكوداين هذا فينان تستخدم لعلاج او تستخدم لتشيط الجهاز عصر المركزي اول نشوف المورفين المورفين هذا بفينوليك وبالكوهوليك هايدروكسي جروب والمورفين والسلط هي عبارة عن ناركوتيك انالجوسيك وسترونج هايبنوتيك وناركوتيك اكشن وبيها اعراض اللي هي نقل النوجيا والفوميتين والكونستيبايشن والهابتفورمينج ازين هسه نشوف شغلة هسه هذاش انه واني من اجابه وعلى ستركتر رح اشوف اني عندي هاي ثلاث حلقات اوكي ارفض عليها جهة المورفين ازين اشوف هذول الاثنين اذا هنا او اش وهنان شنوه هذا لا هو او اش ولا هو او سي اتش ثري لعت شنوه هذا هذا اثل سي سي تو اش سي او زين اذا غيرت هاي رح يطلب لي مركب اللي هو شنو اسمه اسمه اثلمورفين هذا مو اثلم اثلمورفين يعني كانو مورفين بس بي اثل زين اللي هو اسمه الداي دايو ناين زين تستخدم على انطاق اقل نفس الكوداين استخدامها يصير مجرد عندي اثليشن للفينوليك او اتش ما للمورفين لاحظوا يا من يصير اثليشن من يضيف اثل القروب على يا او اتش على الفينوليك الفينول يعني ممكن يغيرولكم هاي اللي تختارون اختاروا اللي على البنزين يستخدم بالاوفثالمولوجي از انالجيسيك اللي هو يعني مخدر للعين بطب العيون زين الداي اسيتايل مورفين شنو هاذا هاي تلت الحلقات مالتنا وهنا نشوف هذا لا او اتش ولا سي اتش ثري او ولا اثل هذا شنو هذا اسيتايل زين اذا هو مورفين وبدلنا هذول الداي باسيتايل اسيتايل اللي هو OCOCH3 هذا الموجود قدامكم رح يصير شنو رح يصير هيروين اسمه داي اسيتايل يعني ثمين اسيتايل مورفين هناك اثل المورفين الداي اسيتايل مورفين اللي هو الهيروين هذا بعد مئة مرة اقوى من المورفين ويكون اكس متكون من الاسي 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 المورفين وليانه البوين ليس قليلا فممكن يعني قابل انه يدخنوا تمام ويكون مات white powder لون مات وابيض ويطلع بالافلام هواية الهايدرومورفون هس رح نشوف الهايدرومورفون والداي هيدرومورفون فهنا عاني مساوية فتشي سهل علينا انه اذا كان اكو C2H3 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 اللي هو الاسي المورفين اللي هو دايون اللي حجيناهم واذا عندي اثنين اسيتايل فهذا صار اسم الاسي المورفين اللي هو الهيروين زين هسا الثالث واحد الثالث واحد اذا عندي هايدرومورفون شوفوا هناك كتشن نقول مورفين هنا نهاية نفس كتون فالكتون هو دبل بوند او فاني عندي واحدة من القروبات رح تستبدل دبل بوند او شوفوا هنا دبل بوند او وهنا مثل ما هي ما تغيرت فصار اسم مورفون هايدرومورفون هذا سمي سينثتك أوبيويد يعني نصف احنا مصنعي مثل الهايدرومورفون والهايدروكودون شي سوون شون يصنعون انه يختزلون المورفين ميا اش سي ال سوليوشن فبالتالي الو اش غروب هاية رح تتحول الى دبل بوند او وهو ناركوتيك انالجيسيك يعني يستخدم بصورة قوية يكون ناركوتيك انالجيسيك وشي سوي لي يثبط هواية الميكانزم تنفس مالتنا الهايدرومورفون البي كيتون تصنيعه سيمي سنتيتك ويستخدم لتثبيت الجهاز التنافسي الهايدروكودون الهو الدايهايدروكودون هنا نشن الفكرة هنا اني عندي دبل بوند او وهمين نهايتها او 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 نفس الكلام الهايدرومورفون بس هيدروكودون النقطة الخامسة انه اني عندي اصلا انه لم تكن ثلاث حلقات هنا البنزين او الحلقة السوداسية الاخيرة ما عليها سبستيتيوت الفراغ بس البنزين هاية ما عليها او 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 اسم ابو مورفين ابو مورفين هذا يشبه الهايدرومورفون همين راح يكون مورفين و ه س بس الفرق انه راح الابو مورفين اللي حتنا عنهم زين بعد شنو هذا شنو هذا من تذكرون احنا من حتنا عن الفناث ثرين الكالويد و قلت لكم جماعة المورفين خلصناهم هس نحتي عن البنزايل ايزو كوين الكالويد اللي هو البنزايل اللي هو هذا عبارة عن بنزايل هذا بي ايزو كوين و بي بنزل جروب و هنا OCH3 و يكون موجود بال HCL Smooth Muscle Relaxants هنا smooth وليس Skeletal Smooth Muscle اكتب SM النوس كابين هذا الشكل الثاني له يكون عند هذا عين مال مرتبط ببنزين بس يكون بحلقات خماسية يستخدم ناركوتين بس ما كو ناركوتك بروريتي بالتالي قاموا يسمو ناركوتين و مضاد للسعال زين البانتوبون البانتوبون هذا عبارة عن محظر بمجموعة الألكالويدات اللي بالأوبيوم سواء جايتني من الأوبيوم سواء جايتني من يعني من مصدر مو الكالويد بس المهم هو كل الألكالويدات اللي موجودة داخل الأوبيوم ادراق وبنفس النسبة فبي 50% مورفين وأكثر هذا يفضلون مني يوصفون أنه يصرفون المورفين وحدة لأنه يقوي تأثير ثاني فالأوبيويد طبعا سلاحظة عندي أوبيوم وعندي أوبيويد يعني من أقول أوبيويد لأستخدم هذا المصطلح أستخدم على مود أستخدم للمركبات اللي تثبط الألم بالجهاز العصبي المركزي لأنه رح يتبط على رسبترات بجسمنا اسمهم الأوبيويد وموجودة بصورة أساسية بالسنترال والبراثرال نيرفا وبالجي أي موجود بثلاثة ماكن الأوبيويد رسبتر سنترال والبراثرال نيرفا وهي مكانين والجي اي تي هذا المكان الثالث يعني الأوبيويد عبارة عن مركبات رح ترتبط بهذا الرسبتر وتقللي الألم زيان الرسبتر بهذا الأورجن بيديات بهذا الارتباط هو اللي رح يسوي للوظيفة الآن أريدها هو نفس الوقت اللي رح يطيني تأثير الجانبي فالانالجو سيقلل البرسبتر يقلل إدراكنا للألم يزيد التسامح أو تقبل الإنسان لهذا الألم الالسان اللي هو سيديشن طبعا رح يسبب نعاس رح يسبب رسبب اللي هو رح يثبت كل العضلات رح يقل التنفس يعني يثبت كل الجهاز العصبي المركزي سيصير أمساك ليش لأنه هو قلل قلل حركة الأمعاء و أمساك الأمعاء الأمعاء هذا هذا أمينا نفس المصطلح يعني مركبات تشبه المورفين بس نحن نصنعيها هم نفس التأثير اللي هو ناركوتينج وهما يقللون الألم بس سووها على أساس أنه تكون أقل مسبب للإدمان يعني تقلل الكاف و ناركوتينج مثل المورفين أوبيويد والمثادون والميبي ريدين أوبيويد بس أوبيويد ريسابتور بالس نيرف و أخر تشيو والميو والكابا والدلتا ريسابتور ناركوتينج فهذا اللي ديقوله هنا شنو اكون نقطة انه الترم أوبييت هو بالعادة يستخدموه يعني كسنانوم انه هو اسم ثاني للأوبيويد بس الترم أوبييت probably يكون هو الكالويدات اللي موجودة بالثمرة يعني الموجودة في صورة طبيعية الأوبييت بينما الأوبيويد يعني يشمل الأوبييت ويشمل اللي احنا مصنعيها ويشملها من الأوبيويد ببتايد السنقويناريا اللي قلت لكم آخر شنو ما خليتها بالجدول البلادروت هاي متكون من السنقويناريا كان دنسز باببراسيا وكنتين بنزايل فيناثرين الكالويد اللي هي السنقويناريين والكلي رثين والبروتروبي والبروتروبي سنقويناريين والكلي رثين هاذه ما يكونون كالارلس بس يكونون يعني السنقويناريين يكون لونه أحمر والثاني لونه أصفر من يكون على شكل ملح الدراج هاذه كونتين ريد ريزين وستارت من يسون الدراج يضيفون لدراج ريزين وستارت وايت باين سيرب طبعا سينقويناريين هي عبارة عن كول تشتين يسوي لي دابلينج للكروموسوم بس هاي مادة ثانية يسوي لي انه شنو ما يصير تضاعف بالكروموسوم من الخلية والشكل المالته عبارة واحدة ثلاثة أربعة مميز أربع حلقات سداسية وبالطرف لكم حلقة خماسيات وبعلينا اكو ان عليها شعر موجبا مرتبط بيها مثل زينا سنشوف البايو سينثيسيز برغم من انه هي عبارة الايزوكوينولاين الكالويد يعني الكمبليكس بس البايو سينثيسيز ما لاته تقريبا بسيط يعني تتكون من تكثيف الفنل إثل أمين وهي الفنل أسيتاءالجيهايد يعني هذة الأسماء كلش مهمة فنل أثل أمين وهي فنل أسيتاءالجيهايد اثنين هم فنل بس واحد أثل أمين واحد أسيتاءالجيهايد اثنين هم عندهم المويتي درايفد فنل ألانين أو تايروسين فالبايو سينثيسيز طبعا هنان يقول لي انه عندي انترميديات اللي هو النور لادو سولين شوفوا يعني هسا عندي جزئتين من تايروسين يعني هو الستركتر هنان مو صعب وانما ما حسى فتي أساسي فهذا التايروسين اللي حاجينا عليه بالمحاضرات السابقة اثنين من عنده راح يتكسفون راح يطيني مركب اللي هو النار لادوناسولين النار لادوناسولين هذا هو اللي راح يطيني البابا فيرين أوكي شن الفرق هذا عن هذا انه هنان بدل الOH هذوله صار عندي OCH3 OCH3 وهنا هنه من قدت الH يعني غايتشبعت يعني كانت صورة مشبعة صار بيها حلقة ثنائية روابط ثنائية اوكي فهذا البابا فيرين زين البايو سينثيسيز مال مورفين نفس الفكرة همينا كوندنزيشن مال اثنين تايروسين وراح يطلع لي هذا المركب الانترميديات وبعدين راح تصر عليه تغيرات الكي فيتشر النقطة الاساسية بهذا البايو الباثوي انه اني عندي انزيماتي كونترول ميثيليشن باترن يعني على حسب المثل راح اضيفها احنا مو قلت لكم هو المورفين اصلا بي OCH بس من يصير OCH3 يتغير فاني بس قاعد اضيف ميثيليشن راح يصير عن طريق انزيمات وبالتالي راح يطلع لي مركبات مختلفة فهسا يعني لو نشوف قبل ما نشوف السلاح الاخير هذا الانترميديات اللي هو النار لادوناسولين اوكي بعدين هنان اشياء حتى ما مخلي لها اسماء واضحة بس المهم اللي يعني انه هنا انه من اكو من اثنين هم مثل هاي الحلقات هاي ثلاث حلقات مالتنا هاي ثلاث حلقات الاساسية وهي الاثر بوند فهنا اكو OCH3 وهنا OCH3 هذا اسم ذي باين اذا اكو دبل بوند O كنا نهايته ON فهذا الكودايين لانه 1BCH3 وواحد بيدبل بوند O زين الكودايين هاذا الكودايين انه الكودايين يكون واحد بOH مثل المورفين واحد بCH3O والمورفين اثنين هم بهم OH يعني هاته المورفين اثنين OH اذا واحد صار OCH3 كودايين اذا هاذا OCH3 بس هاذا صار دبل بوند O فكودايين هوا بس اضيف لONE اي اوكي اذا اثنين هم OCH3 ذي باين ازين انا هنا اكون مخارنة بين النباتية السومني فيرم و البراكتيتا شوفوا السومني فيرم هاذا النبات الاول يكون نبات الطبيعيه راح ينتج لي مورفين عادي ماكوشي هنا للنبات الثاني نبات الثاني راح يتكون به ثيبايين بس ما بي ما بيه ما راح يكمل كودايين وبعدين كودايين لا خلاص راح يوقف هنا وهذا الشي يعتبر كلش مهم ليش؟ لانه اول شي انا اقدر اسوي عليه تجارب يعني انا اقدر انضيف انزيم فلاني اشوف هذا بعدينش راح يطلع اغير لانه انا اعرف متأكدة انه موضوع واقف اللي هنا ما كمل بالمورفين النقطة الثانية انا اقدر اخذ ثيبايين واني اصنع من عنده مورفين واقدر اصنع كودايين اللي اريده ورح يكون بنسب نسب شوائب كلش قليلة لانه انا مصنعته ما طالع لي هاي الكولايدات فاكثر شي ما يحولوا للكودايين اللي يكون سمي سينثيتيك على مواد استخدامه بالدراجات هيتش يكون خلصت المحاضرة واتمنى تكونوا استفادته شكرا